اهلا بكم من جديد وفي ملف الزيارة مستمرين وقع رئيس الوزراء مصطفى الكاذمي مذكرات التفاهم مع كبرى الشركات الامريكية في مجال الطاقة خلال اجتماع في غرفة التجارة الامريكية الاجتماع شهد حضور وزراء المالية والنفط والكهرباء وتضمن توقيع مذكرات مع عدة شركات من بينها جنيرال الكتريك والوكالة الامريكية للتنمية بداية تأسيس لشركة طاقة جديدة في محافظة الزيقار ان شاء الله ستكون هذه الشراكة هي احد اهم العلامات الاقتصادية في البلاد ستؤسس وزارة النفط عبر شركة نفط ذيقار بالشراكة مع شركة شفرون الامريكية العالمية شركة طاقة لادارة ملف الطاقة المتكامل في محافظة الذيقار انتاج النفط والغاز والخدمات الساندة الاخرى وخطوط الشركة واهدافها هي خلق تنمية مستدامة كبيرة في محافظة ذيقار من شأنها ان تخلق فرص عمل كبيرة جدا ومن شأنها ايضا ان تخلق تنمية هائلة وقعنا هسا على ثلاثة اتفاقيات اولها مع وكالة التنمية الامريكية لاعادة برامجهم بالعراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة بمجال التنمية الاجتماعية مهم جدا وهم اكبر مؤسسات ساهموا في عملية اعادة العمار العراق من البداية والان نتوقعهم يرجعهم بقوة اتفاق الثاني كان بها احدى المؤسسات الحكومة الامريكية التي تدعم الاستثمارات المباشرة يعني يأخذون حصص في مؤسسات شركات الاخرية بما فيها شركات عراقية فهيضا سيكون في المصدر مهم لتمويل المشاريع الكبيرة الحديث عن هذا الموضوع اكثر وحول تفصيلاته ينضم معنا مباشرة رئيس مجموعة المورد لدراساته والاعلام السيد نجم القصاب سيد نجم مساء الخير وشكرا لانضمامك معنا في هذه الجولة الاخبارية اذا زيارة مهمة وزيارة تعتبر يعني تعتبرها الامريكيون انها تعتبر اهمية منذ تولي سيد مصطفى الكاظمي كيف تقرأ هذه الزيارة الى الولايات المتحدة في البداية تحية طيبة لك ولكل متابعة كنت أكيد يعني هذه الزيارة في ضل انقسامات وازمات اقتصادية وانتشار فيروس الكورونا ولم يذهب الى واشنطن أي رئيس دولة في العالم وعندما يذهب رئيس العراق أو رئيس وزراء العراق السيد الكاظمي ويلتقي بالرئيس الترامب أو المسؤولين الامريكان ويتم توقيع وابرام اتفاقيات اللي ربما تصب في مصلحة العراق والعراقيين خصوصا العراق يعاني ما يعاني كل دول العالم تعاني الكساد بعد انتشار الكورونا الا العراق يعاني من الكساد ويقابل الفساد وهذا ما تحدث به السيد الكاظمي بالاتفاق مع شركات تدقيقية تحقيقية من اجل كشف من الذي سرق اموال الناس طيلة السنوات الماضية هل سيتم التعاون الامريكي العراقي في ملف الفساد؟ بالتأكيد يعني ومن ضمن الاتفاقات الاخرى مجيء الشركات العملاقة الى مدينة الناصرية وكذلك استيراد شراء الطاقة كالكهرباء باقل سعر مما يتم او تم شراءها طيلة السنوات الماضية هذه اعتقد لربما تعطي بصيص امل للمواطنين رغم هناك اهتزال ثقة بين المواطن باتجاه العملية الانتخابية العملية السياسية الشخصيات السياسية لكن علينا ان ننتظر نتائج هذه المفاوضات ونتائج هذه الزيارة لان كثير من رؤساء الوزراء زاروا واشنطن وتم اتفاق معها ليس مع الامريكان فقط حتى مع دول اخرى لكن لم نرى شيء ملموسا على الارض انا اعتقد بزوال النظام تنهد الدولة وبزوال المصطرة ينهد النظام الحكم الرشيد هو مصطرة النظام هل اننا الان امتلكنا الحكم الرشيد ليعالج الاخطاء ليحصل السلاح بيد القوات المسلحة هل ملف الفساد سيد نجم هو ملف مهم جدا ونحن مقبلون على اتفاقية مبرمة بين امريكا والعراق للتصدي لملف الفساد هل سنشهد رؤوس اموال كبيرة ومثلا مفسدين كبار تحت منصة القضاء هذا اولا يحتاج الى تضامن حقيقي بين الشخصيات ليس السياسية فقط الشخصيات الدينية الشخصيات الاجتماعية النخبوية الاعلامية الاجتماعية هذه اذا فعلا فكرنا ببناء بلد حقيقي وفق المواطنة التعددية النظام الابتعاد عن الفوضة انا اعتقد يستطيع الكاظمي لكن اولا يحتاج الى جذور ويحتاج الى دعم وبنفس الوقت يحتاج الى ثقة المشكلة المشكلة التي ستواجه السيد الكاظمي لم يتلك ادوات حقيقية قوية حتى تقدم له الدعم وكذلك عدم ثقة المواطن بكل القرارات ماذا سيختلف عند عودته ماذا سيختلف في ملف الثقة يعني اولا الكاظمي تحدث منذ اللحظة الاولى عندما كلف ان يصبح رئيس وزراء وحتى بعد التصويت في مجلس النواب عندما تحدث ستكون حكومتنا حكومة افعال وليست اقوال اذا عندما قال افعال وعندما تحدث وكرر باننا لم نكون ضمن ثقافة المحاور وتكون هناك استقلالية بقرار العراقي هذه كلها انا اعتقد ليست معجزة لكن ليست سهلة السيد الكاظمي على ما يبدو يخطي خطوات الى الامام انا اقول ليست سريعة بطيئة لكن يحتاج الى جرأة اكثر ويحتاج الى شجاعة اكثر ويحتاج الى قرارات تكون منذ التنفذة على الارض حتى يستقطب الناس لاننا ان لم تكن هناك شجاعة ولم تكن قرارات سيادية قوية تحمي اموال الناس صعب جدا العراق يبقى موحدا في المرحلة المقبلة طيب هو ايضا بحاجة الى غطاء تشريعي داخل العراق وغطاء قانوني حتى يتمكن من تقديم كل الخطوات الحكومية المؤهلة لهذا الموضوع يعني سيد نجم نتحدث ايضا عن الحديث الستراتيجي المكمل في المرحلة مرحلته الثانية هذه في زيارة الكاظمي ما المتوقع من هذا الحديث ما المتوقع من النتائج انا اعتقد النتائج ستكون ملموسة لكن ليس في الوقت القريب يحتاج الى وقت او الى فترة طويلة مجيء الشركات وهذا ما اعتمد السيد الكاظمي وتحدث بتنويع الموارد المالية من غير ممكن بلد يعتمد فقط على موارد النفط اليوم كل موارد النفط لا تستطيع ان تكفي ربع موظفين الدولة والاغلب من الخريجين وهذا حق قانوني وحق دستوري من حق ان يبحث ان يحصل على وظيفة اسوة بالمواطنين الاخرين واما ان تمنح لهم رواتب للطلب المتقدمين الى ان يحصل على وظيفة طيب واضح سيد نجم انا اتحدث عن الحوار الستراتيجي الامني ماذا عن هذا الحوار يعني اذا سيواجه مشكلة السيد الكاظمي لان هناك قرار في مجلس النواب عندما كان السيد عادل عبد المهدي وصوت مجلس النواب الان صوت بتوافق سياسي لكن بنتيجة اصبح قرار ملزم على رئيس الحكومة باخراج القوات الامريكية وهذه مشكلة ستواجه السيد الكاظم لان الاغلبية التي صوتت تستطيع ان تصوت على اي قانون او على اي قرار باستقبلي ما الحلول التي يعني ممكن ان يفكر بها الوفد المفاوض الان في امريكا الحلول ليس امامه الا حل واحد وهو حكومة الكاظمي هي قصيرة وهي حكومة اسعافات وليست حكومة استراتيجيات او حكومة خدمات لربما يستطيع اجراء الانتخابات المبكرة وهو حدد في يوم ستة حزيران اجراء الانتخابات وهذا قرار يصب في مصلحة السيد الكاظم بانه غير متشبت بالمنصب الامر الاخر ننتظر الحكومة المقبلة التي عمرها اربع سنوات ومجلس نواب جديد بظل قانون انتخابي جديد ومفوضية جديدة من اجل ان يتلفظ هذا القرار الذي صوته داخل مجلس النواب باخراج الامريكان لان هذا القرار انه استبعد تتم القوة السياسية الكردية باخراج الامريكان من قاعدة الحرير واستبعد كذلك القوة السياسية السنية تستبعد القوة او الامريكان من قاعدة عن الاسد إذن القرار لا بد أن يكون به توافق سياسي بما أن نظامنا سياسي توافقي وأن دائما وكالة الحكم هي دائما تكون دعاية وتكون تنفيذ وليس دعاية خيالية أو فيسبوكية وإنما تكون واقعية على الأرض أن تنفذ القرارات واضح سيد نجم القصاب رئيس مجموعة المورد للدراسات والإعلام شكرا جزيلا ووسط الحديث عن الملف الأمني في الزيارة واللقاء الذي سيجمع رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والذي سيعقد اليوم الخميس تتطلع أنظار عراقية إلى أن يشمل اللقاء آفاقا جديدة من التعاون الاقتصادي والمالي وعدم قصره على التعاون الأمني الاستثمار واستقطاب رؤوس الأموال ملفات تتصدر زيارة رئيس الوزراء إلى الولايات المتحدة الأمريكية هذا سيعمل العراق على توقيع اتفاقيات ومذكرات تفاهم في أغلب القطاعات المهمة خصوصا وإن الشركات الأمريكية سيما في مجال الطاقة لا تزال تعمل في جنوب البلاد ووسطه فالحكومة مطالبة بالعمل جديا للاستفادة من التعاون الاقتصادي مع أمريكا استثمار هذه التقنيات الموجودة لدى الصناعة النفطية في أمريكا ونقلها إلى الصناعة النفطية في العراق وهذا الشيء الآن في أوج ما نحتاجه كذلك أيضا لجلب الاستثمارات الشركات الأجنبية والأمريكية تحديدا وهي كثير راغبة في الاستثمار في مجال الطاقة في العراق والعراق كما هو معروف يعاني من مشاكل عديدة في الطاقة ممكن أن تحل بوسط هذه الشركات كثيرة هي الاتفاقيات التي أبرمها العراق مع محيطه العربي والمجتمع الدولي لكن أغلبها لم يطبق أو انحسر بنسب إنجاز محدودة تطبيق هذه الاتفاقيات بإمكانه نقل البلاد عمرانيا واقتصاديا إلى مستويات متقدمة فالقضاء على الفساد والبيروقراطية أهم المسؤوليات التي ستعمل الحكومة على توفيرها للشركات الأجنبية خصوصا الأمريكية منها هذه الدول ترغب بإنشاء معامل في العراق مثل ما ترغب الآن في إنشاء معامل في الكويت كانت ترغب في إنشاء معامل في العراق لأن التسويق مهم بالنسبة لها الدول عندما ينشئ المعمل في العراق فإن التسويق يكون خمسة أيام إلى أوروبا وخمسة أيام إلى آسيا الصحة مجانية لكن لا توجد الصحة التعليم مجاني ولكن تعليم جدا سيء الكهرباء موجودة والخدمات ولكن الخدمات سيئة وفود تجارية أمريكية زارت في العراق للتمهيد لهذه الزيارة وكذلك في أمريكا في واشنطن يعني إحنا الآن حتكون مباحثات لإدخال شركات الطاقة والاستثمار والصحة هذه المحاور التي حتى تباحت بها الوفود العراقية مع الوفود الأمريكي أفاقوا التعاون الاقتصادي مع الولايات المتحدة الأمريكية ليس وليد اليوم لكنه يحتاج التنشيطة وتوسيع سوق العمل المشتركة بين البلدين فعل المفاوض العراقي بحسب متابعين أن يدرك حاجة العراق الماسة للاتفاقيات التي تخص الاستثمار والطاقة والقطاعات الخدمية من بغداد حسن الفواز العراقية الإخبارية مشاهدين النشطة مستمرة وفيها أيضا على خلفية الاغتيالات الأخيرة وزير الداخلية يصل البصر ويلتقي بالقادة الأمنيين بحضور محافظها الصحة تؤكد أن العراق سيكون البلد الأول الذي سيحصل على لقاح كورونا واستعدادات وقائية لاستقبال شهر محرم ترامب يتوقع انضمام سعودية لاتفاق التطبيع الإماراتي الإسرائيلي والمملكة تؤكد التزامها بمبادرة السلام العربية إذن على خلفية الاغتيالات الأخيرة وصل وزير الداخلية عثمان الغانم إلى محافظة البصر وعقد الوزير فور وصوله اجتماعا مع القادة الأمنيين بحضور المحافظ أسعد العيداني لبحث التطورات الأمنية الأخيرة وعمليات الاغتيال التي حدثت خلال الأيام الماضية أخرها أمس الناشطة رهام يعقوب وإصابة طبيبة ترافقها وعلى أثر ذلك عقدت اللجنة الأمنية العليا اجتماعا موسعا في وقت متأخر من ليلة البارحة بحضور القيادات الأمنية هذا وكان رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي أكد أن قرار إقالة قائد شرطة البصرة وعدد من مدراء الأمن جاء بسبب عمليات الاغتيال الأخيرة التي شهدتها المحافظة وأوضح الكاظمي في تغريدة عبر تويتر أن الحكومة ستقوم بما يلزم لتطلع القوى الأمنية بواجباتها مشيرا إلى أن التواطئ مع القتلة والخضوع لتهديداتهم مرفوض وأن الأجهزة الأمنية مهمتها حماية أمن المجتمع من تهديدات الخارجين عن القانون تغريدة رئيس الوزراء جاءت بعد أن استهدف مسلحون مجهولون عجلة مدنية تستقلها أربعة نساء بينهن طبيبة من محافظة البصرة وذكر مصدر أمني أن الحادث أدى إلى وفاة طبيبة وأمرأة أخرى ونجاة اثنتين بالقرب من تقاطع التجاري وسط المحافظة مشاهدينا وحول آخر المستجدات الأمنية في البصرة ينضم معنا مباشرة من هناك مرسلنا طارق الطربوش مرحبا بك طارق طارق ضعنا في آخر التفاصيل الأمنية في المحافظة خاصة بعد عملية الاغتيال التي حدثت ليلة أمس نعم بكل تأكيد مدينة البصرة وما حدث بها خلال اليومين الفائتين أعاد للأذهان البصرة والعراق بشكل عام إلى سنة 2006 وما بعد هذه السنة وبالتالي المواطن البصري يبحث الآن عدم الرجوع إلى هذا المربع المظلم الذي عاشته المدينة فبالتالي عمليات الاغتيالات التي حدثت في مدينة البصرة في الأيام الماضية وفي اليومين الفائتين دفع بوزارة وزير الداخلية إلى الحضور إلى مدينة البصرة على رأس وفد رفيع المستوى يضم الفريق الركن عبد الأمير الشمري نائب قائد العمليات المشتركة ورئيس جهاز الأمن الوطني للقاء والحضور والالتقاء بقادة الأمنين في مدينة البصرة وكان على رأسهم السيد محافظ البصرة أسعد العيداني الذي حضر هذا الاجتماع المغلق للاطلاع على آخر التطورات وآخر التداعيات التي حدثت في الأيام طيب طارق هل لديك معلومات عن هذا الاجتماع وعن هذه الزيارة؟ نعم لحد الآن لا توجد أي معلومات وافية وكافية ربما في الساعات القادمة سنتعرف على آخر القرارات من خلال هذا الاجتماع لكن بالتالي المواطن البصري اليوم يأمل بهذه الزيارة بأن تعود الأوضاع مستقرة مرة أخرى إلى مدينة البصرة وربما ينتهي هذا المسلسل الدموي الذي تعيشه المدينة طيب طارق ما الذي حدث وتغيرت أحوال البصرة واغتل الأمن فيها؟ هناك أمور كثيرة في مدينة البصرة ربما القيادات الأمنية كانت تركز أكثر على المحافظة المحافظة المواطنين من هذا الوباء الذي ضرب العالم واشتح العالم ومدينة البصرة كما تعلمون سجلت في الأيام الأخيرة وفي تحديدا في هذا الشهر وشهر الفات إصابات عالية وبالتالي هناك تشتت هناك ربما كثير من الأمور كانت من ضمن واجبات القيادات الأمنية لكن مع ذلك المواطن لا يعذر هذه الأمور المواطن يريد أن يعيش في مدينة آمنة طيب طارق حدثني عن التظاهرات وعن المتظاهرين هل لا زالت التظاهرات قائمة في البصرة أم أن المتظاهرين انسحبوا بعد هذه الأحداث؟ نعم مدينة البصرة تشهد كل يوم تظاهرات تشهد كل يوم تجمعات تشهد كل يوم هذه المظاهر في مدينة البصرة المتظاهرون في المدينة أكدوا بأن هذه العمليات لم تقل من عزمتهم لم تقل من عزمتهم بل سيواصلون في عمليات التظاهرات إلى حين معرفة الجنات الذين تسببوا في قتل المتظاهرين خلال الثورة الماضية وبالتالي المتظاهر في مدينة البصرة عازم وبكل إصرار أن تستمر التظاهرات وعدم التوقف في المطالب المشروعة التي يطالبها المتظاهرون طارق سنستمر معك في النشرات اللاحقة لمعرفة تفاصيل الاجتماع الدائر الآن وكنت معنا من البصرة مراسلنا طارق الطربوش شكرا جزيلا لك بحث رئيس الجمهورية برهم صالح ورئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي خلال لقاء عقدة في محافظة السليمانية الأوضاع السياسية والأمنية وتطورات جائحة كورونا بيان لرئاسة الجمهورية أوضح أنه تم التأكيد خلال اللقاء على ضرورة إجراء انتخابات مبكرة ونزيها كاستحقاق وطني وأهمية استكمال قانون الانتخابات من قبل البرلمان بدورها أكدت لجنتها الأمن والدفاع والقانونية في مجلس النواب أنهما بانتظار أن يستأنف البرلمان عقد جلساته لإقرار عدد من القوانين أهمها قانون الانتخابات والمحكمة الاتحادية وجرائم المعلوماتية ووزارة الداخلية وقال رئيس اللجنة القانونية ريبوار هادي أن مجلس النواب صوت على قانون الانتخابات والمادة الخامس عشر منه تشير إلى أن المحافظة ستكون فيها عدة دوائر انتخابية مبينا أن اللجنة ستقوم بتنظيم الجدول لتقسيم المحافظة إلى عدد من الدوائر الانتخابية نشرة مستمرة مشاهدين وفيها الصحة تؤكد أن العراق سيكون البلد الأول الذي سيحصل على لقاح كورونا واستعدادات وقائية لاستقبال شهر محرم ترامب يتوقع انضمام سعودية لاتفاق التطبيع الاماراتي الإسرائيلي والمملكة تؤكد التزامها بمبادرة السلام العربية اشتركوا في القناة